ترأست سعادة الأساذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية عن بعد بمشاركة كافة أعضاء اللجنة وخلال الاجتماع تم إقرار جدول الأعمال والتصديق على محضر الاجتماع السابق وبحث ومناقشة عدد من المضوعات التي من ضمنها متابعة توصيات اللجنة والمقدم من الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة كما تم طرح ومناقشة موضوع دور الجهات الأخرى في مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية بالإضافة إلى استعراض توصيات اللجنة الخليجية لمكافحة الأمراض غير السارية ومناقشة واستعراض أهم النتائج والإحصاءات صادرة عن مواصلة حملة الكشف المبكر عن سلطان القولون والمستجدات المتعلقة بالحملة والذي قدم من جانب الدكتورة دلال الرميحي استشاري الغدد الصماء والسكري واستعرضت الرميحي إلى جانب ذلك مشروع كجز لتوعية الأطفال عن مرض سكري في المدارس حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مستوى الوعي الصحي حول مرض السكري للمصابين ضمن هذه الفئة العمرية وأهمية دعمها بالسبل الممكنة ومن جانبها قدمت الدكتورة سامي القطان عضو مجلس الإدارة وممثل جمعية السكرية البحرينية تقريرا حول أبرز الفعاليات والأنشطة التي قامت بتنظيمها الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للسكري ترجمة نانسي قنقر